عشر عادات يومية ستجعلك أكثر دكاء يعتقد الكثيرون أن الدكاء شيء فطري ولا يمكن اكتسابه ولكن هذا المعتقد غير صحيح فقد أثبتت الأبحاث عبس ذلك فعندما يكون الشخص حريصا على تطوير ذاته وتنمية قدراته عن طريق القراءة والتعلم واكتساب مهارات جديدة فإن مستوى دكائه يرتفع كيف تحصل إذن على بعض الدكاء يوميا؟ أولا تصفح الإنترنت بدكاء لا تضيع كامل وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي دون فائدة فالإنترنت مليء بمصادر التعلم الرائعة كالدورات عبر الإنترنت والمحادثات والكثير من الأشياء المفيدة استبدل بعض الدقائق من التصفح الغير المفيد بأشياء تغذي العقل ثانيا دوين ما تعلمته بشكل دائم خصص يوميا بعض الدقائق لتقوم من خلالها بتدوين ما تعلمته لتتأكد من تعزيز قدرتك العقلية وعد إليها في فترة زمنية لاحق كي لا تنساها ثالثا ضع قائمة بالأعمال المنجزة السعادة والثقة بالنفس جزءان كبيران من الدكاء لذا قم بتعزيزهما من خلال قائمة المهام التي أنجزتها الهدف من هذه القائمة هو أنها ستريك الأشياء التي أنجزتها بجدارة وتتحمس لتحقيق إنجازات أعظم رابعا مارس ألعاب الدكاء ألعاب الصناديق والألغاز ليست فقط للتسلية فهي وسيلة رائعة تعمل على تنشيط دماغك ألعاب الشطرنج وألعاب الدكاء والألغاز فهي تعطي الدماغ دفعة من الدكاء حاول تعلمها وممارستها مرة في الأسبوع على الأقل خامسا جالس الأدكياء وتحاور معهم تواصلك مع شخص أكثر ذكاء منك شيء مهم عندما تحاوله ستنظر للأمور من منظوره هو وتعرف طريقة تفكيره ورؤيته للأشياء فقد تكون إحدى مواطن قوة هذا الشخص هي نقطة ضعف لديك وبذلك تستفيد منه لتحسين نقطة ضعفك سادسا اقرأ كثيرا القراءة شيء أساسي في حياة كل إنسان ولكن تختلف الآراء حول ما هي الأشياء التي يجب قراءتها لرفع مستوى الدكاء ركز على كتب علم النفس وتطوير الذات ستساعدك في تطوير مهاراتك قم بإعداد ملخصة الكتب التي قرأتها في حين أردت استرجاع أي معلومة وحتى لا يضيع تعبك سدن لأنه في النهاية ما سيرسخ ويبقى في عقلك هو ملخص الكتاب وليس الكتاب سابعا اشرح للآخرين كما قال ألبرت أينشتين إذا لم تستطيع شرح فكرتك لطفل عمره ست سنوات فهذا يعني أنك لا تفهمها بشكل كافي تأكد من أنك تعلمت الشيء بشكل جيد حقا وبأن المعلومات أصبحت محفورة في ذاكرتك من خلال محاولتك تعليمها للآخرين تأكد من أنك تستطيع تعليم ما تعلمته لشخص آخر ثامنا مارس الأنشطة الرياضية العقل السليم في الجسم السليم مثلما تبذل جهدا في تطوير وتنمية قدراتك العقلية أبذل جهدا في بناء وتقوية وتطوير قدراتك البدنية فممارسة التمرينات الرياضية في الصباح يقلل من التوتر ويزيد من الشعور بالحيوية والنشاط طوال اليوم تاسعا تعلم لغة جديدة باستطاعتك العمل في أوقات الفراغ على تعلم لغة جديدة لتزيد من قدراتك العقلية عاشرا خصص بعض الوقت للاسترخاء امنح نفسك بعض الوقت للاسترخاء في مكان هادئ فهذا سيساعد عقلك على الاسترخاء وتنظيم الأفكار ترجمة نانسي قنقر